بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في الوحدة الخامسة الدرس الأول في هذا الدرس سوف نتعرف على التالي حول أنظمة التشغيل تعريف أنظمة التشغيل تصنيف أنظمة التشغيل بنية أنظمة التشغيل مهام نظام التشغيل طبعا نظام التشغيل هو أول برنامج تشاهد عند تشغيل جهازك وآخر برنامج تشاهد عند إغلاق جهازك نستطيع تعريف نظام التشغيل بأنه برنامج يدير مكونات الصلبة للحاسب وكذلك يعمل كوسيط بين المستخدم والحاسب كما تشاهد في هذه الصورة نجد أن نظام التشغيل هو وسيط بين المستخدم وبين المكونات المادية أو الهاردوير كذلك يسمح للمستخدم باستعمال الحاسب وتطبيقاته المختلفة كما نشاهد نستطيع استخدام تطبيقات مختلفة للحاسب هنا نصنف أنظمة التشغيل في البداية نصنفها بناء على الاستخدام وغرض الاستخدام منها إلى أنظمة التشغيل المستخدم الواحد والمهمة الواحدة وهنا نستخدم هذه الأنظمة في إدارة حاسب مستخدم وحيد ومهمة واحدة مثال عليه أنظمة تشغيل الدوس مثال على أنظمة المستخدم الواحد والمهمة الواحدة ثانيا أنظمة تشغيل المستخدم الواحد والمهام المتعددة الأنظمة الموجودة في حاسبك الشخصي أو حاسبك المحمول هي عبارة عن مستخدم واحد ومهام متعددة مثال Windows والMac OS جميعها أنظمة التشغيل متعددة للمهام ثالثا أنظمة التشغيل متعددة للمستخدمين وتسمح لأكثر من مستخدم بالاستفادة من موارد الحاسب بآن واحد مثل أنظمة التشغيل الشبكات أنظمة التشغيل التفرعية هي أنظمة تعمل على أكثر من معالج بحيث تتشارك فيها وكذلك تتشارك في الذاكرة والوحدات الطرفية أنظمة التشغيل الزمن الحقيقي أو الReal Time Operating System هي أنظمة تعمل تحت ظروف ومتطلبات قاسية كالمستخدم مثلا في المركبات الفضائية وغيرها أنظمة التشغيل البيئة الرسومية وهي الأنظمة التفاعلية الرسومية المستخدمة في أغلب أنظمة التشغيل الحديثة نستطيع تصنيف أنظمة التشغيل كذلك بناء على طريقة التعامل مع المستخدم إلى نوعين واحد أنظمة تشغيل بيئة كتابية Command Line ويتم فيها كتابة الأوامر وإعطاء الأوامر بشكل كتابي مثل نظام التشغيل DOS النوع الثاني أنظمة التشغيل بيئة الرسومية أو Graphical هي أنظمة التشغيل تسمح لي بعملية التفاعل مع المستخدم عن طريق الفارة أو الماوس مثل أنظمة تشغيل Windows والماكيندوش وهنا نجد مثال لنظام Windows الذي هو عبارة عن واجهة رسومية كذلك نستطيع تصنيف أنظمة التشغيل حسب فعالياتها أو حسب ملائمتها إلى أنظمة التشغيل تعمل على الخوادم أو السيرفر وتسمح لي بعملية إدارة الخادم ومواردة بهدف استخدام كل الموارد مثل وحدة المعالجة المركزية والذاكرة ووحدات الإدخال والإخراج بشكل يسمح لي بأكثر تفاعلية والأكثر إنصافاً النوع الثاني أنظمة التشغيل التي تعمل على الحواسب الشخصية وفيها يتم استخدام أنظمة التشغيل الموجودة على الحاسب الشخصي بحيث نستطيع توفير احتياجات المستخدم العادي وتتميز به السهولة وتعتبر أكثر بساطة يتألف نظام التشغيل بشكل مبسط من جزئين واجهة الأوامر أو اليوزر انترفيس وهذا الجزء هو الذي يربط المستخدم والتطبيقات كواجهة رسومية للتعامل مع نظام التشغيل الجزء الثاني النواة والكرنل هذه النواة هي الجزء الأساسي في نظام التشغيل والذي تربط مفسر الأوامر بالمكونات المادية كما شرحنا سابقاً حيث يحوي على إجراءات وبرامج النظام الأساسية التي تتعامل مع مكوناتها الصلبة وتتحكم فيها بالإضافة إلى إدارة المكونات الأخرى كإدارة المعالج إدارة الذاكرة إدارة انظمة الملفات وهنا الصورة توضحنا موقع كل جزء نجد أن هناك العتادة والهاردوير هنا تعلو طبقة النواة التي هي عبارة عن مفسر للأوامر واجهة المستخدم وواجهة الأوامر ويتم استخدامها من قبل المستخدم عند طلب أو تنفيذ أي عملية طبعاً عندما نشغل الحاسب يقوم نظام التشغيل بالعديد من الإجراءات ومن ضمنها أولاً الفحص الذاتي للتشغيل أو البوست وفيه يتم فحص أجزاء النظام مثل المعالج والذاكرة العشوائية وبطاقة الفيديو وغيرهم ثم يتم تنشيط مشغل الأقراص والبحث عن الجزء الخاص بنظام التشغيل أو البوست تارتاب بحيث يتم نسخ نظام التشغيل إلى وحدة الذاكرة بحيث يتم السماح والتحكم في الحاسب من خلال نظام التشغيل هنا نشير إلى أهم وظائف نظام التشغيل من أهمها إدارة الذاكرة إدارة المعالج ومثلاً التاقل من جميع العمليات والتطبيقات تتلقى الزمن الكافي من المعالج وتعمل جميعاً بشكل سليم من الوظائف كذلك إدارة الملفات وإدارة المكونات المادية للجهاز شكراً لكم وألتقيكم في الدرس التالي